السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة من الشيء المخيف الذي عثر عليه تحت إحدى المباني إلى الرجل الذي عثر على شيء صادم ومرعب سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد الأشياء المخيفة عثر عليها في الأرض فلنبدأ على بركة الله رقم خمسة عندما نشر هذا الفيديو في سنة 2015 الشهر بشكل كبير وشاهده الملايين في وقت وجيزة صاحب الفيديو كان يصور بعض المناظر الطبيعية بواسطة طائرة الدرون وفجأة لفت انتباهه شيء يتحرك بين الأعشاب فقرر الاقتراب أكثر بطائرة الدرون لمعرفة ما الشيء الذي يتحرك هناك وما وجده كان شيئا غير متوقع عدد هائل من الأفعي الجرسية تجتمع متكدسة في مدينة مكان واحدة ويبدو بأن الكاميرا قد كانت قريبة جدا لذلك تعرضت لهجمة من إحدى الأفعي وسقطت وسطها مباشرة وبباء أن الكاميرا غالية جدا كان تشجع الرجل وقرر الذهاب لإخراجها من وسط الأفعي وعند وصوله وجد أعداد أخرى كبير من الأفعي تحيط به من كل جهة لكنه كان مسرا على استرجاع الكاميرا وقد نجح في ذلك تشجع الرجل وقد نجح في ذلك تشجع الرجل وقد نجح في ذلك فماذا كنت ستفعل لو سقطت لك كاميرا غالية الثمن في مثل هذا المكان؟ هل ستدخل لهذا الوكر المليء بالأفاعل استرجاعها؟ أم أنك تفضل تركها هناك وعدم المغامرة؟ شاركونا ردات فعلكم بالصراحة في تعليق الرجل الذي نشر هذا الفيديو لديه قناة على اليوتيوب يضع فيها فيديوهات لها يصور فيها نفسه وهو يبحث بجهاز كشف معادن ويشارك الأشياء التي نجح في العثور عليها لكن في هذا اليوم وعن غير العادة وجد شيئا غير متوقع فبينما كان يبحث وسط إهدى الغابات بدأ الجهاز يرن فوجد لوحا خشبيا وعندما أزاله وجد حفرة بها برميل معدني صغير في الأول شعر الرجل بالخوف وتردد في فتح هذا الشيء وأرد الاتصال بشرطة لكن بعد تردد طويل تشجع وفتح هذا البرميل الصغير وما وجده بداخله كان غريبا جدا ولا يصدق تردد طويل تشجع وفتح هذا البرميل الصغير دمية مغروس فيها شوكة أو فرشاتة وملطخة بلون أحمر يبدو كما لو أنه دماء حقيقية وفي الداخل علبة بلاستيكية مغلقة في الأول اعتقد الرجل بأن هذه دماء حقيقية لكن سرعان ما اكتشف بأنها ليست سوى صباغة حمراء هناك من يقول بأن هذا نوع من السحر مدفون هناك أو أن شخصا ما كان يخبئ تلك الأشياء وسط الغابة لغرض ما فما السبب برأيكم الذي يجعل شخصا ما يحفر حفرة وسط غابة بعيدة ويخبئ فيها هذه الأشياء أتمنى أن تشاركون تفسيراتكم في تعليق هذا الفيديو انتشر بشكل واسع وحصل على أكثر من 11 مليون مشاهدة والسبب هو الشيء الغريب والغامض الذي ظهر فيها الفيديو صوره شاب كان رفقة مجموعة من أصدقائه بجانب إحدى الأنهار وفجأة لفت انتباهه صندوق تبريد صغير أبيض في الجهة المقابلة لم يهتموا لأمره في البداية لكن بعد ذلك أصابهم الفضولة فسابح نحوه أحد الشباب وأحضره وعندما فتحه وجد فيه شيئا غير متوقع قفز الشاب من مكانه من شدة الخوف لأنه اعتقد في الأول بأن هذا طفل صغير لكن سرعان ما اكتشف بأن هذه ليست سوى دميا يعتقد بأن هذا نوع من السحر لأن الشباب بعد ذلك وجدوا أغراض أخرى غريبة داخل الصندوق فما رأيكم؟ رقم اثنان هذا اليوتيوبرز يقوم بتصوير فيديوهات اللهوة ويبحث بجهاز كشف معادن على العمولات القديمة والأشياء الثامنة لكن في هذا اليوم وعن غير العذا عثر بالصدفة على شيء مخيف جدا فبينما كان يبحث في الشاطئ وجد قنبلة لم تنفجر بعد وعلى الفور اتصل بالشرطة وعند وصولهم أخبروه بأنه محظوظ جدا لأن هذه القنبلة لم تنفجر عليها عندما كان يحفر بجانبها لأنه يمكنها أن تنفجر بسهولة بسبب أي اهتزاز ولو بسيط وعلى الفور قامت الشرطة بتفجير هذه القنبلة عن بعد يمكنكم ملاحظة ما مدى قواته هذه القنبلة الأمر مخيف جدا لأن هذا المكان يكون ممتلئا خصوصا في الصيف وكما تعلمون فالأطفال يحبون الحفرة واللعب في رمال الشاطئ ولو لمسها أحدهم لكان الأمر انتهى بكارثة قبل أن نشاهد رقم واحد لا تنسى الاشتراك على حسابنا في الإنستغرام لتشاهدوا أشياء ومفاجآت عديدة وإن كان يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد شكرا لكم رقم واحد في سنة 2017 قامت شركة بناء بهدم موقف للسيارات لتقوم ببناء عمارة سكنية وبينما كانوا يقومون بحفر القبو وأساسات البناء تفاجأوا بعثورهم على المئات من التوابيث وبداخلها رفات وهيكل عظمية بشرية وتحول المكان من ورشل البناء إلى عملية كبيرة للتنقيب يزيد عمر هذه الصلاديق عن 300 سنة وبداخلها أشخاص من مختلف الأعمار وقد تبين بأنه في القرن الثامن عشر كان هذا المكان عبارة عن كنيسة ومقبرة وفي الستينات من القرن التاسع عشر كان من المفترض أن يتم نقل كل السكان المدفونين هناك لمقبرة جديدة قبل البناء لكن يبدو بأن المسؤول الذي قام بالبناء هناك لم يقم بنقل المقبرة وقام بتصوير الأوراق وبنى فوق المقبرة مباشرة صدم كل سكان المنطقة عندما علموا بأنهم كانوا يمشون فوق مقبرة حقيقية كل هذه السنوات دون أن يعلموا وصدموا أكثر عندما تم اكتشاف بأن هذه المقبرة تمتد لمسافة طويلة تحت المباني المجاورة إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مخيفة عثر عليها في الأرض أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم دمتم في أمان الله وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر